طبعا محمد صلاح قائد منتخب مصر كان هو كمان حاضر لهذا المؤتمر الصحفي مع بيتوريا وهو كمان كان ليه مجموعة من التصريحات المهمة وقال من ضمن اللي قالوا فيها قال ان منتخب مصر ليس منتخب صلاح فقط فنحن فريق يضم 27 لعب وانا مجرد فرد واحد منهم وهدفنا جميعا واحد وانا متفائل بشكل كبير وتحدثنا كثيرا خلال الساعات الماضية وهدفنا هو الفوز والتأهل لثمن النهائي قال كمان وبشكل نهائي لن اكون متواجدا في هذه المباراة يقصوا طبعا المباراة النهاردة وقال ان هو بيتمنى الفوز والتوقع يعني النجاح والتوفيق لكل من سيلعب وان يؤدي المنتخب بشكل جيد ويفوز ويتأهل يعني وبرضو كررها تاني فكرة ان لعبة كرة القدم هي لعبة جماعية وليست لعبة فردية كمان اتسأل عن الانتقادات الموجهة لي من البعض فرده قال اتفاهم جميع هذه الانتقادات واحترمها والكل لديه حرية الرأي وفي حالة الخسارة او التعادل يكون هناك انتقادات وهو امر طبيعي وفي حالة الفوز تتغير كل هذه الامور وهو هذا هو حال كرة القدم وكم الكلام قال العب في منتخب مصر منذ سنوات واعرف هذه الامور والانتقادات وهو امر طبيعي واحترمه وهذا لن يقلل مني ما اعد به هو انني ساركز في عملي ولا تشغني اراء الناس لكنني اتفهمها جيدا وما اطلبه هو دعم المنتخب فهناك لعبين يشاركوننا للمرة الاولى ويكون عليهم ضغطا كبيرا ويتأثرون بالانتقادات نحن نلعب باسم مصر ويشرفنا ذلك ونريد التتويج بهذه البطولة ولا يوجد بيننا اي لعب مقصر دي كانت تصريحات محمد صلاح